جدل سياسي مع فضيلة الشيخ حسن الدغيم بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وتبع هداه إلى يوم نلقاه أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة الثانية من برنامج الجدل السياسي الخلافة هذه الكلمة العظيمة الرنانة ذات الإقاع المدوي في قلوب المسلمين في كل زمان ومكان هذه الكلمة التي تدل على النظام السياسي الإسلامي الذي كان دارجا في أكثر من عشرة قرون في هذه الأمة هذا النظام الذي يحلم كل مسلم على وجه الأرض أن يعود لنظام الخلافة الإسلامية كل هذه المشاعر الطيبة مشاعر حميمة وصادقة وبريئة يفكر بها كل مسلم وذلك أن عزة المسلمين ارتبطت عندما كان خليفتهم على وجه الأرض ارتبطت عزة المسلمين بهذا التاريخ المجيد عندما كان أمير المؤمنين يسير الجيوش والزحوف إلى حدود الصين ويطوق القسطنطينية ويفتح الأندلس فعندما حرم المسلمون من هذه الخلافة وانطوى هذا النظام السياسي أحس المسلمون أنهم يتامى بعد هذا النظام فانطلقت حركات الإسلام السياسي كما تسمى التي ابتدأت بظهور الإخوان المسلمين في بدايات القرن العشرين والتي لم تنتهي إلى اليوم هذه الحركات من طرح مشروع الخلافة الإسلامية للعودة لعزة المسلمين ومقعدهم في العالم وكل هذا طيب ولكن أن تنتقل هذه القضية إلى عامل تفريق بين المسلمين إلى عامل سفك وقتل وضرب بين أخوة الإسلام والعقيدة والجهاد ورفقاء السلاح فهذا ينبغي أن ننظر هنا ونضع النقاط على الحروف في موضوع الجدل حول الخلافة أيها السادة المشاهدون ليكن معلوم لدينا جميعا أن الخلافة وهيكلة الدولة وشكلها وشكل النظام السياسي هو أمر سياسي لا علاقة له بالتشريع الديني أي ليس في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أي نص ديني يقول بشكل الدولة كيف يجب أن تكون الدولة كيف يبايع الخليفة كيف ينصب الرئيس كيف تشكل الحكومة ما هي صلاحيات الخليفة ما هي صفات الخليفة ما هي صفات الأمير ما هي صفات الحاكم هل الحكومة جمهورية أم رئاسية أم فدرالية أم سلطة مركزية أم لا مركزية أم ديمقراطية أم غير ديمقراطية أم ثيقراطية كل هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا مطلقا ولم يتعرض كتاب ربنا للنظام السياسي في آيه في الذكر الحكيم إلا في قيم عامة ومبادئ ناظمة لو تمثلت وتحررت أخلاقا في النفوس أنتجت نظام حكم لا يصلح لكل زمان ومكان إلا هذا النظام ألا وهي قيم الشورى والعدالة والحرية والكرامة وأن نعطي ونضع الرجل الكفأة في المكان المناسب فتحدث مثلا ربنا عن الشورى فقال وأمرهم شورى بينهم ولم يقل أن يختاروا زعيمهم بالطريقة الفلانية بينما فصل في الصلاة والزكاة والميراث والربا عندما جاء إلى شؤون السياسة كان خطاب ربنا مجملا وأمرهم شورى بينهم وتكلم عن العدل فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وتكلم عن الأمانة فقال وأدوا الأمانات إلى أهلها هذه القيم لو رعيت في المجتمع المسلم لأنتج النظام الراشد أما أن تكون هناك هكالية في كتاب ربنا وعلى أساسها يعقد الولاء والبراء والتكفير وتضرب الرقاب فهذا ليس في قرآننا ولا في كتاب ربنا بل وليس في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل وستعجب إن قلت لك إن نبي الله قد التحق بالرفيق الأعلى وتوفي من هذه الدنيا وجيوشه ممكنة على الثغور ودولة الإسلام في عزها وعندما قامت حركة الردة وخشي المسلمون من انتشار حركة المرتدين كان الأولى أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعين من بعده خليفة وحاكما للمسلمين حتى لا يجتاح المرتدون المدينة المنورة ويجتثوا شأفة الإسلام ماذا كان من رسول الله لم يكتب كتابا ولا خط بيمينه بقلم ولا أوصال أحد ولا تكلم عن نظام الدولة من بعده وإنما قال تركتكم على شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي وفعلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الصحابة إلى سقيفة بني ساعدة هل كان هناك نص ديني يرجعون إليه هل قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لقد قال الله تعالى إذا مات رسول الله فالخليفة فلان أو فاحكموا بالأمر الفلاني هل قال خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة فلان أو انتخبوه بالطريقة الفلانية لم يقل من ذلك بل قال أترون أن العرب تدين لغير هذا البطن من قريش فرد الأمر إلى ما كان من العرف السائد وهو مكانة قريش في الجزيرة العربية أي بقانون العصبية القبلية تم انتخاب الخليفة الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهذا أكبر دليل على أن شكل الدولة وهيكلتها أمر يرجع إلى العرف السياسي الذي يرتضيه أهل الحل والعقد من الأمة ولا يرجع إلى نصوص الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد أمرا واحدا من هذا الكلام ثم نكمل في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى إن هذا الأمر الذي يجب أن نتذكره دائما يا أخي المسلم أنه لا يعقد على أمر سياسي يختلف المسلمون في ظنياته وقطعياته وشكلياته وهيكلياته أي أمر يتعلق بالإيمان والولاء والبراء فبايع رجل الخليفة أم لم يبايع أطاع الخليفة أم لم يطع إن شق عن الخليفة أم بقي مواليا له يبقى مسلما مصان الدم والعرض والمال ولا يوصف بأوصاف المرتدين والصحوات كما يفعل تنظيم الدولة الذي ادعى الخلافة اليوم وإنما عصيانه السياسي ما رده إلى أمر القضاء ولا يرد إلى أمر الإيمان والولاء والبراء فيكفر على أمر سياسي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين شيئا عن جزئياته ولا أحكابه وإنما مبادئ ونظم عامة ونتعرف إن شاء الله في الحلقات القادمة على بقية مفردات الجدل السياسي حول قضية الخلافة وشكلها والدولة الإسلامية وأركانها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة